اشتركوا في القناة ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان على ضربين شيطان جني وشيطان إنسي الشيطان الجني يبعد بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والشيطان الإنسي يبعد بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى يا أيها الإمام المسموم والإمام المظلوم وصاحب القبر المهدوم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وعلى أخيك أبي عبد الله الحسين الشهيد الغريب المقتول بأرض كربلا وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يا أبد الآبدين فازوا الله من اعتصم بحبلكم وأمنا يا من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قضى الزكي يا قضى الزكي فنوحوا يا محبي هذه الليلة هذه الليلة ليلة حزن الزهراء عليها السلام الليلة باكية حزينة على ولدها الحسن سلام الله عليه وهذا عزيز الزهراء قضى الزكي يا قضى الزكي فنوحوا يا محبي وبكوا علي يهفذ الأملاك تبكيه قضى وقد قطعت أحشاؤه قطعا أيها سيدة وحسنا أخواني أغلب الأئمة ماتوا مسمومين سلام الله عليهم لكن ما عدنا رواية تقول واحد لفظ أحشاؤه سوى الحسن المشتبى قضى الزكي يوقض الزكي فنوحوا يا محبي وبكوا علي يهفذ الأملاك تبكيه قضى وقد قطعت أحشاؤه قطعا فصار يلفظها يافطشت من فيه ولم يزايا الكاظما للغيظ محتسبا على الأذى يا صابرا في جنب باره حتى قضى بنقيع السم مضطهدا أيواء إماما أيواء حسنا أيواء مسموما حتى قضى يا بنقيع السم مضطهدا جرع الموت قصرا من أعادي أيواء أيواء وأصبح المجد قد هدت قواعده والجود أصبح ينعاه ويبكي المصائب على إمامنا الحسن مو فقط عند شهادته وقبل شهادته وإنما حتى نعشه الشريف ما سلم حتى استل منه سبعون سهما والله بس هايام دهر ما شفت بفرح بس هايام مثل نعش الحسن ينصاب بس هايام وبفاضل بسل السيف بس هايام مثل حيدر من تشت يا قلبي يا قلبي من الحزن ذوب وتألم لقد لي بس هايام على اللي Detective شهده خلايا لقد جاء كل كله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أن يمنقلبيا قلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعظم الله أجوركم وأجورنا بذكر استشهاد سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المشتبى الزكي سلام الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلموا تسليما ورد في هذه الآية صلوا على النبي وسلموا للأئمة اللهم صل على محمد ومسلم تسليما وسلموا تسليما أي سلموا للأئمة سلام الله عليهم الحسن والحسين الحسن والحسين إمامان ومعاني الإمامة كذلك هنا مسألة مهمة في قضية الإمامة إذا أنت إمامي إثني عشر عليك أن تؤمن بهذا المعنى وفي هذه المناسبة سوف أذكر أمرين في حياة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام هذا هو الأمر الأول أن الإمام سلام الله عليه مفترض الطاعة وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من الأمر أولي الأمر هم آل محمد اللهم صلى على محمد وهم نفس النبي صلى الله عليه وآله وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والأدل كثيرا فالإمام عليه السلام يقول لك قاتل تقاتل يقول لك صالح تصالح يقول لك أصبر تصبر يقول لك أعمل بالتقية تعمل بالتقية إنما أنت مأموم وهو إمام والمأموم تابع للإمام ما دام ثبت أنه إمام معصوم ما ينطق إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله الراد عليه على حد الشرك بالله عز وجل لا يجوز لأحد أن يرد ولا أن يعلل فهمته لا بأس بالمناسبة مسألة التسليم درجة التسليم هي درجة عظيمة لكنها درجة درجة يعني هي أضعف من درجة المعرفة وأدنى من درجة المعرفة فأنت إذا عرفت الأسباب لما يقاتل الإمام لما يصالح لما يأمر بالأمر الكذائي لما يقعد لما يتكلم لما لا يتكلم إذا عرفت هنيئا لك إذا عرفت هنيئا لك ووصلت إلى الدرجات العالية يا ابن رسول الله طبعا للاستفهام لأجل أن تستفهم حتى تعرف لا اعتراضا لا اعتراضا ولا شكا لأن الشك والاعتراض يخرجك من الإمام يخرجك من المذهب يخرجك من الدين يعني ثبت أن هذا إمام معصوم مفترض الطاعة شأنه شأن رسول الله محمد اللهم صلى الله محمد وعنه فعليك إما إذا عرفت فهنيئا لك وإذا لم تعرف فعليك بالتسليم وهي درجة عالية لكن درجة المعرفة درجة أعلى وأعظم الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذكرت عنده يوم من الأيام التقية يعني سئلوه هل التقية فقط مع المخالفين مع الكافرين قال لا يعني قد تكون حتى مع المؤمنين حتى مع أخوانك حتى بالبيت الواحد ممكن وذكر هذا الحديث قال لو عرض علم سلمان على أبي ذر لكفره أو لقتله هذا وقد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله فما ظنكم بسائر الخلق عند المؤاخات آخى بين كل واحد نظيرة أو قريب درجته فآخى بين سلمان وبين أبي ذر يقول الإمام عليه السلام سلمان عند علوم لو يكشفها الأب ذر أب ذر يقول رحم الله قاتل سلمان كما في الحديث ثم قرأ هذه الأبيات وإني لأكتم من علمي جواهرة كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله حسنا فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا فإذا كنت عارفا هنيئا لك إذا لم تكن عارف تسلم وهي مو درجة هينة لعله إذا صار مجال نذكر وأذكر هذا الحديث في كتب الغيبة والشيخ الأوحد على الله مقام ذكر ذلك في كتاب الرجعة وطبعناه أخبروني أنه وصل الآن إلى البصرة وإن شاء الله يعني قبل الأربعين هو يوصل إلى النجف واللي يجي إلى النجف موجود هو هداياها هذا لا يباع وإنما هديه أي واحد يريد نسخة يتصل بي بالخدمة لم أجد أحدا كتب عن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعن الرجعة كالشيخ الأوحد على الله مقام يثبت هذا الحديث الذي مذكور أظنه في غيبة الطوسي أو غيبة النعماني هذا من كتب الغيبة المهمة للإخوان في مجموعة اقرأ خلون في برنامجهم قراءة هذين الكتابين لأنه يتعلق بمصير كل واحد من عدكم كل مصير كل واحد في هذا الزمان لازم تقرأ هذا الكتب حتى تعرف معنى الغيبة وبحوثها وأوضاعهم كتاب الغيبة للشيخ النعماني على الله مقامه للشيخ النعماني من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي على الله مقامه هذا من أصول الكتب وكتاب الغيبة للشيخ الصدوق رحمه الله كمال الدين وتمام النعمة اسمه موجودات هذه الكتب وفيها تفاصيل عن الغيبة وزمن الغيبة تفاصيل كثيرة فمذكور هذه الرواية مضمونها ويذكرها الشيخ ويذكر معناها تفصيلها ليس الآن مجال ذكر تفصيلها الرواية ما هي أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لما يصل إلى الكوفة ويستتب له الأمر ويملأها قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا يجمع أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر هذول أيضا يعني عملت كتاب وصدر موجود في معرض العتبة العلوية المقدسة في النجف في صفات أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه من الإنس من الجن من النبات من الجماد من الحيوان من الملائكة أعدادهم أشكالهم أنواعهم أسماؤهم أكو حتى أسماء يعني فيهم مالك الأشتر أبو دجانة فلان فلان من الأنبياء الخضر عيسى إلياس سلمان إلى آخرين ذكرت ذلك في هذا الكتاب وبحوث جيدة موجودة في النجف الأشرف صفات أنصار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فيجمع يحبطون عند قبر الإمام الحسين عليه السلام لهم شأن خاص يسبحون الليل والنهار يبكون ينوحون يسجلون أسماء الزائرين كذا كذا هذول ينتظرون قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف لينصرون عشرة آلاف من الملائكة الحاصل فيجمع الثلة الضخمة هاي 313 اللي درجة العالي علماء حلماء أزد في النهار رهبان في الليل كذا كذا يجمعهم في مسجد الكوف يخطب بهم خطبة 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 ثم يقول لهم بايعوني قالوا يا ابن رسول الله نحن بايعناك في مكة لما خرجت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبايعناك قال لا جددوا البيع قالوا نبايعك قال لا بايعوني على هذا فيخرج من كمه هذا الكم يخرج كتابا رطبا استوى مكتوب مختوم بخاتم رطب بختم رسول الله محمد اللهم صلى على محمد ويقول لهم بايعوني على هذا يقرأه لهم فيجفلون عنهم يجفلون يعني يهربون يهربون يعوفوا بمسجد الكوف هو ووزيره واثنى عشر رجلا يعني ثلاثة عشر فقط زين يبقون والبقية يعوفوا ثلاثمية يعوفوا لما يسمعون هذا الكتاب لما يسمعون هذا الكلام فيجوبون شرق الأرض وغربها ثم يجتمعون يقولون تعالوا هذا مو إمامنا هذا صفاته وبايعنا وخرجنا معه وقتلنا السفياني وقتلنا الدجال واستتب لنا الأمر قال نعم قالوا لكن ما هذا الكلام هذا الكلام طبعا ينكرونه كلام ما ما تحملوا ما تحملوا وفيعوفون الإمام عليه السلام شنال الكلام هذا تخلون ويروحون فيجتمعون ويقولون هو إمامنا ويحمل كل الصفات الظاهرية زين فيرجعون ويبايعون الإمام عليه السلام على التسليم لا على المعرفة ذولاك الثلاثة عشر يبايعوا علي من على المعرفة عرفوا معنى هذا الكتاب فلا يجفلون أما هؤلاء فيجفلون عنه ويبايعونه على التسليم زين مع ذلك قد أفلح المؤمنون يقول الإمام المؤمنون هم المسلمون هم المسلمون درجة عالية درجة التسليم لكنها ليست بدرجة المعرفة درجة المعرفة لا يدانيها شيء أضعف الإيمان أن تسلم وسلموا تسليمه كثير من الناس لماذا صالح الإمام الحسن عليه السلام في وقته الآن مثلا الشيعة سلموا للأئمة عليهم السلام عرفوا هذه المبادئ علموها لكن ما هي الأسباب الحقيقية لصلح الإمام الحسن عليه السلام هل هناك أسباب يعني نعم هناك أسباب لا شك في ذلك شاء الله أن يراني قتيلا هذه المشية معتباطية لابد أكو أسباب أكو أسباب المشية الإلهية لا تخالف الحكمة عين الحكمة هي المشية الإلهية إحنا دورنا علينا أن نعرف الأسباب ما عرفنا الأسباب نسلم لكن شغل عقلك ما كمانع الله عز وجل يحب الإنسان أن يفكر زين وأن يكون عارفا لا أن يكون جامدا زين فيوجد الأسباب يعرف الأسباب يتفكر والذي يتفكر الله يهديه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا ذكرت أسباب عديدة لصلح الإمام الحسن عليه السلام منها مثلا أن الإمام صالح لقلة أعوانه أعوان قليلين جدا بعضهم قد يطعن كما طعن أنا نقل لك رأي المخالفين يقول لك لا أعوان مو قليلين زين أعوان الإمام الحسين عليه السلام أقل من أعوان الإمام الحسن سلام الله عليه سبعون بينما الإمام الحسن عليه السلام ربما أكثر يعني من ناحية العدد زين فهذا مو سبب دير بالك أكو من يطعن شون يطعن يقل لك قضية الحسن والحسين عليه السلام قضيتان متناقضتان هذا قاتل وهذا شنو صالح هنا شي تقول احذر احذر في الجهة الثانية لأن قاعدين لك ركبة ونص المخالفين اللي يطعنون بعقيدة الأئمة عليه السلام فإذا تقول السبب الرئيسي هو قلة الأعوان يقول لك عوان الإمام الحسين أقل عليه السلام إذن واحد من عدهم غلط شوف يريد يطعن هذا مو سبب رئيسي سبب لكن مو رئيسي بعد مثلا أنه ليكشف حقيقة الناس وم كذلك الإمام الحسين عليه السلام ما كشف حقيقة الناس لما قال لهم اللحق بي استشهد ومن تخلف عني لم يدرك الفتح الفين كانوا ويا وإذا ما بقوا غير سبعين نفس الشيء إذن هذا مو سبب ليظهر حقيقة القوم كذلك الإمام الحسين عليه السلام ماذا تقول للأمر بالمعروف تقول بالإمام الحسين عليه السلام ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر سبب رئيسي الإمام ذكر هذا لكن مو قصد سبب الرئيسي مو قصد أكو أسباب رئيسية وأكو أسباب شنو ثانوية هذا حتى في الشريعة عندنا عندنا في الشريعة إذا كان السبب قوي فتشوفه بحكم واجب أو محرم وهكذا إذا كان ضعيف شيء يصير السبب مكروه أو مستحب كثير من الناس يسأل ليش واجب محرم مكروه مستحب خب كله لو واجب لو محرم لا حسب الأسباب إذا كانت الأسباب قوية إلى درجة تضر بمصلحة الإنسان أو النوع يكون واجب أو محرم وإذا كانت لا بدرجة أنه مو قوية هيتكون بمعنى مكروه أو مستحب هذا سبب الأحكام الأربع واجب محرم مكروه ومستحب كذلك هنا في كل فعل للأئمة عليهم السلام أو لغيرهم أكو سبب رئيسي وأكو سبب شنو ثانوي فليس هذا هو السبب الرئيسي وهكذا إذن ما هو السبب الرئيسي السبب الرئيسي يقول العلماء هو نوع اختبار للناس نوع اختبار للأمة الله سبحانه وتعالى يختبر الناس على ما يريده ولا على ما يريدون الآن مثلا الله عز وجل يختبرنا بالصلاة يختبرنا بالصيام يختبرنا بالحج يختبرنا بالخمس يختبرنا بالملابس يختبرنا باللحية يختبرنا بالزوجة يختبرنا بالأولاد يختبرنا بالمخالفين يختبرنا بالكافرين يختبرنا حتى بالحيوانات يختبرنا حتى بالهواء مو ظهر الفساد في البر والبحر يختبرك ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الاختبار مختلف وبكيف هو كيف هو حسب ما يشاء ولذلك في الحديث لاحظوا هاي الدقة اتقوا المحقرات من الذنوب قيل يا رسول الله وما المحقرات من الذنوب قال أن يقول أحدكم الحمد لله ليس عندي ذنب إلا هذا أنا صايم أنا مصلي أنا أحج أنا أخمس بس يلا عندي ذنب بسيط شنو أحلق لحيتي ومشكلة ترى هاي نفس تقولها هاي نفس تقولها أو أنا صايم أنا مصلي أنا أجي اليوم من الصبح للليل أخدم الإمام الحسن عليه السلام لكن من أرجع للبيت معاملته يزوجته شنو سيئة أعاملها مثل الحيوان زين نقول لي الله يعني الله ما يخفر لي يخفر لي هاي يعني يخفر لي فلان وفلان هذا الأمن من مكر الله وما أدرك وما أدرك ما أدرك إن الله أخفى أربعا في أربع ومنها أخفى صخطه في معصيته فلا تستصغرن معصية فلعل فيها غضب الله عز وجل سامع بعض الناس هذا هم الله يخفر له وما يخفر لي هاي البسيطة من أقول لك من أقول لك كيف لا مو كيف هو الله لا مو الله يريد يغفر لذاك وما يخفر لك يعني شنو تعترض على الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى هو غفور الرحيم وهو شديد العقاب طبعا هو ما يخفر اعتباطا يعني من يخفر لهذا وما يخفر لهذا لا تتصور أن هذا يعني خلاف الحكمة أكو حكمة وهي لعله ذاك شارب الخمر يشرب الخمر وهو يبكي ويحزن على ذنبه وأنت حالق اللحية صغيرة ذي كبيرة أنت حالق اللحية وتقول الله ما يخفر لي أنت وقعت في أكبر من شرب الخمر وهي شنو تحكمت بإرادة الله عز وجل تحكمت بإرادة الله عز وجل صرت أنت تشترط عليمن على الله سبحانه وتعالى على الله سبحانه وتعالى وهذا من أكبر الكبارة بل أمنت من مكر الله ذاك ربما خائف من مكر الله يشرب الخمر لكن هو شنو هو يعتصر ألم ويرجو رحمة الله عز وجل لكن يقول أنا مذنب وذنب كبير لكن أنت أو ذنب صغير ولذلك بعض العلماء يقول ماك ذنوب صغيرة وكبيرة لا تنظر ما عصيت انظر من عصيت باعتبار المعصي من هو انظر من عصيت عصيت الله عز وجل جبار الجبابرة نحن نذكر هذا على الإجمال يعني به تفصيل كلام مثل أكو حديث يقول دخل رجلان إلى مسجد أحدهما مؤمن والآخر فاسق خرجا والمؤمن فاسق والفاسق مؤمن شلون طبوا ذول المسجد دخل الفاسق بنية التوبة وإلهي ويرجو ويرجو رحمة الله عز وجل المؤمن شوف شوف هذا الكلاوشي جاي للمسجد يريد يتوب موجودة هاي لو ما موجودة هاي موجودة هو يشتغل عدء الله عز وجل باللوحة المحفوظ يقبل توبة هذا ويرفض شنو توبة ترى موجودة هاي تسعة وتسعين بالمئة موجودة عدي الناس هذا الله يتوب عليه لا أو بعد شوف هذا الله يقبل من عنده نساش سوى ما سوى شغلك أنت أنت تحكم على الله عز وجل لو تشتغل عداء الله الله عادل عادل يجي يريد يتوب وتوفرت شروط التوبة من حاصر الإمام الحسين عليه السلام ومنه من حاصره ومنه اللي اللي أكو أعظم من هذا الجر أكو أعظم هذا أني ذكر في قضية التوبة اللي غافل عنها كثير من الناس وعن تفصيلاتها فهذا دخل شال إيده وإني لغفار لمن تاب طلع وهو مؤمن ذاكش طلع وهو شنو مو بس فاسقة ما تمكن كافر لأن يحتم على الله عز وجل يحكم على الله عز وجل راح أطيك مثال أوضح وطيتك أمثلة كثيرة وهي معاني أخلاقية وعقائدية مهمة كنا التفت إليها ثقافتنا يجب أن تكون هكذا أنا ذكرت بالأمس وأول أمس للأسف عندنا ثقافة شبابنا بالرياضة ثقافة بالدنيا ثقافة بالكل شيء لكن ثقافة الدينية تكاد أن تكون سطحية سطحية يعني ما نازل في الأعماق فأعطيك مثال آخر مثلا إبليس الله سبحانه وتعالى ماذا قال وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم إلا إبيس أبا واستكبر إبليس ما كان من الملائكة هذا يسموه الاستثناء منقطع ممتصل مثل جاء القوم إلا حمارهم يعني الحمار مو من القوم هذا اللي يدارس لغة عربية يعرفه مو دائما المستثنى شرط أن يكون من جنس المستثنى منه جاء القوم إلا حمارهم جاء القوم إلا حقائبهم وهكذا فممكن أن يكون فإبليس كان من الجن كما تقول الآية ففسق عن أبن ربي كان زمن قديم بالنس ناس وأفسدوا في الأرض الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن ذلك سفكوا الدماء قبل آدم ما أدري ترليون سنة ما أدري شكال أقرأوا قصص الأنبياء وشوفوا فالله عز وجل أمر الملائكة نزلوا وقتلوا ونس ناس لزموا بليس جتفوا أخذوا وياهم ظل يعبد الله عز وجل حتى نست الملائكة وظنت أنه منها كان يسموه طاووس الملائكة من عبادته قال له إلهي عبدتك عبادة لا توصف تدري رواية رواية عدنه في سجدة واحدة ثلاثة آلاف سنة في سجدة واحدة ثلاثة آلاف سنة فلا تغرك بعض الأحيان اللحة طويلة وحفظ القرآن وكذا وهي ماذا؟ هذه قد تكون مستودع وليس مستقر قال وأعبدك عبادة لا توصف قال له إيش تريد قال له فقط اعفني من السجود لآدم يالله هايش بيها يسجد سجدة ثلاثة آلاف سنة يعبد الله تريليونات سنة زين بس عفيني من السجود لآدم هاي صغيرونة لو مو صغيرونة عند إبليس شنوه كثير من عدكم يقول شنو قحاب الله يؤمرني أسجد لفلان أسجد الشجرة أسجد للشمس فرضا لو يؤمرني وهو ما أمر للشمس زين أمر للشمس والقمر الحقيقيين مو لهذه الشمس والقمر زين أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجموه شمس والقمر هذا ولو هي شمس والقمر هم تسجد على كل هذا بحث آخر فماذا قال له الله عز وجل قال له يا إبليس أني لا أريد منك أي عبادة فقط أريدك أن تسجد لآدم أريدك أن تعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد هو منه منه الخالق ومن المخلوق هو منه الله ومن العبد أيام كنت أدرس بالإعدادية بالتسعينات شوف بعض الكسالة يشوف لألف عذر ألف عذر هو ما قاري قال قل أستاذ والله أنا قار إلى« هذا السؤال من أستاذ من الطالب شايف لك طالب يخلي الأسئلة بكيف هو يجاوب عنها يصير هذا صير بعض البلدان ترى يصير بلد هناك يصير ألف دولار خمسمائة دولار كل شيء سير الطب طبية وطب ما تشنه وطلع تسعين وطلع اثمانين موجودة هاي في كل مكان قلنا صارت وسويناه فما يصير هذا هذا ما معقول علميا وعقليا ما معقول ولذلك قيس ابن سعد ابن عبادة اجا للإمام الحسن عليه السلام وقيس ابن سعد كان شيخ الأنصار شيخ الأنصار إذا قام يقومون ويات لتالاف أربعة آلاف زين من الصحابة والتابعين مو يعني الناس عاديين ومعروف قيس ابن سعد ابن عبادة اجا للإمام الحسن عليه السلام قال لي يا ابن رسول الله مد يدك وبايعك وبايعك على قتال المحلين زين الإمام عليه السلام قال لي انصرف لا حاجة لي ببيعتك قال الآن في الجامعات والمعاهد السياسية يقول لك هذا الإمام الحسن مو سياسي هذا هذا مو سياسي لأن السياسة تبتني على الكذب والخداع ثلاثة آلاف جيش وقيس ابن سعد ابن عبادة ترفضه وهو جايك بأمر أنت من أهم أهدافك أن يقاتل المحلين زين فلماذا تمتنع ليش يمتنع الإمام الحسن عليه السلام لأن الإمام الحسن عليه السلام ليس بداهية هذا فعل الدهات زين والله ما معاوية بأدهى مني يقول أمير المؤمنين عليه السلام زين مو أدهى من عنده لكن الإمام الإسلام يفرض عليا يفرض عليا ما كدهاء في الإسلام قد يرى الحو للقلب تقرأ في زيارة الغدير هاي الفقرة مهمة جدا وموجودة في نهج البلاغة وقولك صلى الله عليك قد يرى الحو للقلب الحو يعني صيغة مبالغة من ذي الحيلة زين الحيال بتعبيرنا القلب اللي يقلب الأمور بطنا على ظهر وظهرا على بطن زين اللي يعرف هذا يقولون سياسي محنك هذا قد يرى الحو للقلب وجه الحيلة وجه الحيلة يعني يعرف من أين تؤكل الكتف يعرف شلون يصل إلى منصب الحكم يعرف شلون يقبض على الأموال بصورة غير شرعية قد يرى الحو للقلب وجه الحيلة فيدعها رأي العين ودونها حاجز من تقوى الله شبابنا أحفظوا هذه اقرؤوا نهج البلاغة تمعنوا في هذه الكلمات اسألوا عنها تراثنا ترى عظيم لكن عليها كومة تراب هذه الزيارات هذه الأدعية فيها كنوز فيها حكم لكن جاهد نفسك ابحث عنها هذه قد يرى الحو للقلب وجه الحيلة فيدعها رأي العين ودونها حاجز من تقوى الله بعد وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين اللي ما عنده خوف من الله كل شي سوي اللي ما عنده حريجة في الدين لا حرج في الدين زين؟ والغاية تبرر الوسيلة وفرصة انتهزها وبالقتال ماكو قوانين هذا مو خلق الإسلام ما ريد أقول خلق أهل البيت عليهم السلام فقط لأنهم الإسلام حقيقة هذا مو خلق الإسلام النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد يخطب بالجيش كما كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام أيها المسلمون قاتلوا بشرف لا تقتلوا مدبر لا تقضوا على جريح لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا طفلا لا تقلعوا شجرة هذا الإسلام اللي يدعي الإسلام وينه اللي يقول أنا مسلم هذا المسلم الحقيقي أما المنافق اللي يخالف هذا اللي يخالف إذا تريد تعرف علامات المسلم وعلامات المنافق هذا علامات الإسلام زين؟ إنسان تقاتله أنتاك سوئت له دار وجهه للضربة لا الضربة لا شجاعة ولا من الإسلام زين؟ لا تجهزوا على مدبر لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا طفلا لا تسمموا الماء لا تقتلوا شيخا كبيرا زين؟ وهكذا قرآن نزل وإن جنحوا للسلم شنو؟ فاجنح لها من تشهد الشهادتين يقولوا متقاعد قاتلون إذا تشهد الشهادتين عصم عني ما له ودمه وعرضه قوانين مو بكيف يجي قاتل هذا كافر وتعال اقتل ها؟ قوانين أكوا للقتال وهاي طريقة علي بن أبي طالب عليه السلام اللي يعتبروها نقطة ضعف اللي يعتبروها وهي نقطة قوة في الواقع لأنها هي الإسلام الحقيقي هذا الإسلام الحقيقي مو الإسلام أنه يروح يقتل الأطفال أو يقتل الشيوخ أو يصيح الله أكبر وبنص الأسواق وكذا هذا مو دين هذا هذا مو دين وكل إنسان يعرفه حتى اليهود يعرفه حتى النصران يعرفه حتى كل إنسان لكن تأخذهم العزة بالإثم فهذا قانون علي بن أبي طالب عليه السلام وقانون الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقانون الإمام الحسين صلوات الله عليه مو يوم عاشوراء يقل له واحد من أصحابه يا ابن رسول الله لو هجمنا عليهم الآن قبل أن يأتيهم المدد يقول أني أكره أن أبدأهم بقتال كانوا قليلين ألف قال لي يا ابن رسول الله نحن هم ما شاء الله مية نقدر نقاتل للألف قال لي لا هاي مو أخلاقي هاي هاي مو أخلاق نمو ذكرت لك الحادثة ملكنا ملكنا فكان العفو من ناس جية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا لأن أهل النفاق زين ما عدهم قانون قانون ماكو اقتل كيف ما شئت وبأي صورة شئت أما قانون الإسلام قانون محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حتى الحيوان من الذبح عندنا آداب لتخلي قدام أمه لتخلي عطشان شرب ماي حديدة خليها شنو حادة بسرعة لتألمه حتى مع الحيوان هذا الإسلام فليسمع الناس إذا أرادوا أن يعرفوا الإسلام حقيقة غير هذا ما يمثل أي أحد الإسلام وإن ادعى ما ادعى ولبس ما لبس هذا هو الإسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح والإمام الحسن عليه السلام يمثل هذا الخط الصحيح اللي هو خط الإسلام وخط النبي الإسلام الحقيقي وخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهم نرجع إلى أصل كلامنا فقل قل مديتك أبايعك على أن تقاتل المحلين الإمام قال لا حاجة لي ببيعتك روح قيس مؤمن مؤمن له واحد غيره راح عافق قال هذا ما يعرف كل شيء ما يعرف قيس مؤمن قال يا ابن رسول الله إذن ماذا يعني أبايعك على أي شيء قال تبايعني على الطاعة أنا إمام وأنت شنو مأموم مبكفك أقول لك قوم تقوم قاتل قاتل صالح صالح أكتل نفسك أكتل نفسك تحمل التقية تحمل التقية أنت مأموم وأنا شنو إمام والله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا في أشد الظروف الإمام الحسن عليه السلام هذا أهم سبب أنه من الله اختبار للناس ولذلك بزق الأصالح وبشروط شروط تعجيزية لا يقول أحد أن هذا اعتراف من الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية بالخلافة اعتراف بشرط لكنه لم يؤدي أي شرط منها أولا لا يسمي نفسه أمير المؤمنين ثانيا لا يسمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يتعقب شيعة علي بن أبي طالب يعطي إليا تام الجمل وصفين ألف ألف درهم من أطاء من خراج دار بجرد زين ولا يوصي لأحد من بعده بل هي للحسين عليه السلام الإمام يعرف أن هذا ما يقبل بهذا الشرط هو صعد بالكوفة قال يا أهل الكوفة ما قاتلتكم لتصوموا أو تصلوا وإني أعلم أنكم تصومون وتصلون وتحجون إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وَلَقَدْ مَنَّيْتُ الْحَسَنْ بِأَمَانِيْهِ كُلُّهَا تَحْتَ قَدَمِيْهِ شاء للكتاب اللي ما أدري به بسم الله الرحمن الرحيم لا أفي له بها أبدا زين لي يجي واحد يقول هو مجرد فعل الإمام الحسن عليه السلام حتى ولو كان بشرط فعل صحيح يساء الرب العالمين لأن الله عز وجل شي يقول يقول عن الكافرين أو الكافر بأنه ما يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط زين هل هذا اعتراف من الله عز وجل أنه متام أهل لا يتحقق ليس في محال القول حج ماكو محال محال ماكو ما يتحقق يقول الله عز وجل الكافر إذا طب بسم الخياط يعني ثق بالأبرة يطب الجنة ما يتحقق هذا الشرط يجيب الشرط ويجيب المشروط كذلك هنا فبعض الجهلة يقول إيه هو مجرد صلحة مع معاوية حتى ولو بشروط هو تنازل عن الخلاف لا هسا الإمام يجي يقول لك تعال عمي أنت الصير إمام إذا صرت معصوم وصرت متقي وصرت 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 حققهم حققهم زين ما يمكن أن يتحقق شبه مستحيلات إذا مو مستحيلات زين أن تصل إلى هذه الدرجة فحققه يا الله يسير يا الله يسير زين ما يمكن أن يتحقق المشروط فهو ليس اعتراف من الإمام الحسن عليه السلام لأنه نكل بالشروط هذا الأمر الأول الأمر الثاني في أخلاقه الشريفة والكريمة وهي أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وآله كرماً تقواً زهداً عبادةً حج لله عز وجل خمس وعشرين حج ماشياً ولربما حافياً زين يقول له لماذا يا ابن رسول الله يقول أني لأستحي يوم القيامة أن أقف بين يدي الله عز وجل ولم أمشي إلى بيته الحرام ماشياً لأن هذا نوع من نوع المودة والتقرب من الله سبحانه وتعالى شلون الآن أنت من تروح ماشي للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان إذا مر بفقراء يأكلون يقول له يا أبا محمد كل معنا فكان يقعد وبين أيديهم كسيرات من الخبز اليابس يقعد ويقول إن الله لا يحب المتكبرين ثم يأكل معهم أي دروس لنا إخواني دروس لشيعة الإمام الحسن عليه السلام نشوف في هذا الزمن للأسف صار في التنوق بالأطعمة ولا يجيب إلا دعوة الأغنياء شر الوليمة وليما يدعى لها الأغنياء دون الفقراء بعد من أخلاقه سلام الله عليه كان يعلمناه طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نستخدم الطرق الشرعية شلون يوم من الأيام أجه هو وأخوه الإمام الحسين عليه السلام سلام الله عليهما يم الميضات مكان الوضوء شافوا رجل كبير السن يتوضأ وضوءاً باطلاً جاءه الإمام الحسن عليه السلام هو لا يعرفهما قال يا شيخ لقد اختلفنا اختلاف ظاهري يعني ليس اختلاف حقيقي اختلفت أنا وأخي أينا وضوءه أصح أو أحسن ولقد جعلناك حكماً بيننا أو حاكماً بيننا هذا فرح كيف هو ما يدري أنه في مقرؤات القديمة أتخطر هذه الرواية مضمونها الإمام الحسن عليه السلام نفسه يمشي مع أبيها أمير المؤمنين سلام الله وأطفال يلعبون بالتراب يخطون هذا يقل له خطي أجمل من خطك هذا يقل له خطي أجمل من خطك يستحون يسئلون الإمام علي عليه السلام قالوا يا أبا محمد احكم بيننا أينا خطه أجمل يلا يشبيه هذا انت طالع بالشارع وفد اثنين شوف منه وياه الأفضل عنده وعندك ما به شي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لولده بني حسن اعلم بأن هذا حكم والله مسائلك عنه يوم القيامة وهرب من الفتيا هروبك من الأسد بس احنا بكيفنا كل من يقضي بكيف وكل من يفتب كيف كل من يحكم بكيف هاي قلت لك لأن احنا ما غايصين ماكو غوص في في إرشادات أهل البيت عليهم السلام فهذا الرجل وقع بالشرق زين فقال توضأ 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 الإمام الحسن عليه السلام وأسبغ وضوءه توضأ الإمام الحسين عليه السلام وأسبغ وضوءه خجل هذا الشيخ هذا يعجبني هذا هذا يعجبني كبير سين وحر الحر تكفيه الإشارة أكو بعض الناس لا هو من نفسه هو من طبعا معدل روح هو يسأل ويبحث ويقرأ ويعرف وكو واحد لا يراد لإشارة واحد يراد لحشايتين الناس أصناف أجناس واحد يراد لميت حشاية واحد يراد لعصة شمعود الضربة واحد لو تلكه بالعظم يفيدويا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي الناس مستويات هذا حر انتبه حرتك فيه الإشارة ما يحتاج حشي هذه إشارة قال بأبي وأمي أنتما وضوءكما خير من وضوءي من أنتما الاعتراف بالخطأ شنو فضيلة لكن وين تلقى مثل هيك شاي بيقبل وانت شباب إذا شباب هاي فد مشكلة مع احترام إلى آباء نل الجالسين والمستمعين أكو بعض الآباء ما يعني روح روح مرة واحد يقول قلت لعمي هاي أكوهيش يقولون قال روح روح طالع من كذا الطير يريد يعلمك شلون الطير روح روح هذا رد هذا حتى لو كان غلطان حتى لو كان مشتبه هذا رد أخلاقي مو أنت رجلك مدندلة بالقبر شيبتك وهاي وإذا ترد بفشار تفشر بفحش كلام أنا سامع بعض الشيبة بعض ما احترامي للحاضرين الله يحفظهم ووفقهم وحاشاهم في الحسينيات العامرة تقعد ببعض الدواوين أو غيره والله أنا شايب بكيف أحكي يفشير ويذكر الأعضاء التناسلية ويذكر سامعهم لو ما سامعهم والله تلا تحكي التشاب أنا شايب بكيف أحكي شين يبكيفك بئس العبد الفحاش إن رائحة الجنة على مسيرة مسافة خمسمائة عام ولا يشمها فحاش هذا الفحش من الكلام زين والله أنا كبير سن عدي قدسية زين من أين جاءتك القدسية الإنسان يكبر يعقل زين يرزن أكثر وإذا هذا لا مزاح مزاح ماكو مانع لكن مزاح شرعي ما بيجذب ما بيفحش ما بيكلام قبيح للأسف أي والله من بعض الآباء إحنا الشباب ما نقبل من عندهم شباب ما مقبول من عنده والله هذا شاب مع بعض الأمهات مثلا يابا ما تردين ابنك يلا شاب وشنه شاب يلا شنه يعني شاب يعني عذر هذا إلى أنه شاب يفشر ويغلط ويسب ويشتم ويقعد بالشارع يتباوع على البنات وغيرها زين شاب ما مقبول من عنده فماذا بالرجل الكبير فقال بأبي وأمي أنتما وضوءكما خير من وضوئي أنتم صح وأنا غلط من أنتما قال الإمام أنا الحسن وهذا أخي الحسين فأخذ يقبل أيديهما وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته يعلمنا الإمام الحسن عليه السلام وهو الإسلام يعلمنا بالأمر بالمعروف أنهي عن المنكر أن نستخدم أن نستخدم الهوينة الهوينة زين يعلمنا الإنسانية بهذا زين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان صحيح صحيح لكن تدري إجماع العلماء أن العمل بهذا الحديث من الأخير ليس من الأول يلا تعال هاي من يفهمها هاي من يفهمها ليش نحن نقول لتفسر بكيفك لتفسر القرآن بكيفك لتفسر الحديث بكيفك ماكو عالم من العلماء الآن يقل لك إذا تستطيع أن تغير بالإشارة أو بالكلمة الطيبة أو بغيرها من هذه القضايا أتركها وغير بإيدك أبداً ما قلوا لك حرام إذا عجزت عن الإشارة انتقل إلى الأقوى إذا عجزت عن اللسان آخر العلاج الكي يلا هذا من يفهمها من غرائب الروايات من غريب الحديث علماء شيعة وسنة ألفوا كتب غريب القرآن وغريب الحديث هذا من غريب الحديث بالعمل لا تفسر برأيك أيها الإنسان المسلم فتقع فتقع في الهلاك هذا للعلماء يرجع به مثلين فالإمام سلام الله عليه علمنا مثل القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوك أنه ولي مو هذا ليتوضى وضوء باطل آي الحادثة وأختم وأسألكم الدعاء يأتي رجل من الشام شامي لا تلعن لي أن الله بعدين هداء هذا هو طفيل إلى أن بلغ يسمع الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يسمع مع الأذان لعن علي بن أبي طالب عليه السلام ومع الإقامة وفي صلاة الجماعة وفي كل مناسبة ويوم الجمعة يسبوه ويلعنوه ألف مرة على عموم البلاد الإسلامية إلى زمن عمر بن عبد العزيز قلت لكم من اللي رفع هذا عمر بن عبد العزيز هذا كل المسلمين يروونه وكل مولود يولد على الفطرة ناهيك عن القصاص القصاص علي بن أبي طالب خارجي ناقل الكفر ليس بكافر علي بن أبي طالب كان يشرب الخمر علي بن أبي طالب كذا كذا قصص 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 موجودة الآن في كتب بعض المسلمين هذا شيء يصير به هاي مدارس الآن شلون أكون مدارس هيك الثقف شون هذا كبر سأل قالهم هذا علي بن أبي طالب عند ذرية قال له له إيه وين قال له له بالمدينة المنورة ليش قال هم أريد أروح للمدينة المنورة ألعن وسبة أمام أولاده قال له لي قتلوك قال خل موت فداء للإسلام فداء للدين هذا مشبع ما أشبه اليوم بالبارحة ما أشبه اليوم بالبارحة ما أكثر الظلال والظالين مو أقول لتلومهم لكن أنت عالج هاي القضايا عالج الأفكار اللي بالمدارس عالج الفضائيات عالج اللي يدعون علماء زين اللي ينحون هذا النحو ويثقفون الناس أكاذيب يشحنوهم نحو الإرهاب ونحو قتل الناس مولانا هذا من الشام ذاك الوقت لا سيارات لا طيارات سيجيبوهم بسيارات وطيارات ذاك الوقت ماشي وكذا وعلى الجياد اجي إلى المدينة المنورة سأل قال أين أبناء علي بن أبي طالب قالوا ما حاجتك قال عندي أمر ما جابوا على بيت الإمام الحسن عليه السلام قالوا هذا فقير محتاج جوعان عريان أو ما عنده غريب زين من اللي يؤوي معروف بيت الكرم والجود بيت الإمام الحسن سلام الله عليه ما طرق الباب انتظر انتظر ساعات وقف فتحة الباب استقبله بلا سلام قال أنت الحسن بن علي بن أبي طالب قال نعم ما حاجتك قال أريد أن أسبك وأسب أباك ولعنك ولعن أباك هو يروي الرواية يقول أنا أقول له هكذا هو يتبسم في وجهي يعرف هذا شنو هذا يعرف ظالم شوف ليش يقول قدسوهم ليش أئمة من يتحمل هذا من يتحمل كل هذا يقول سببته وسببت أباه ولعنته ولعنت أباه حتى أعيان التعب تعبت تعبت يقول هو نظر إلي يقول أنا متحذر للموت نظر إلي قال يا هذا لعلك غريب أنت غريب ولي ما يعرفك شنو ما يثمنك لعلك غريب يقول دهشت قال يا هذا هل أنت جائع تعال نطعمه هل أنت عطشان رويه هل أنت بلا مأوى نؤويك هل عندك حاجة نقضيها لك يقول أنا أسبه ولعنه وشتمه وهو يقول هكذا يقول والله دخلت إلى المدينة وأنا أشد الناس بغضا لأهل هذا البيت خرجت من المدينة وأنا أشد الناس حبا لأهل هذا البيت وقلت الله أعلم حيث يجعل رسالته لكن مو كلهم مثل هذا الشام مو كلهم مثل هؤلاء صعد الإمام الحسن عليه السلام وخطب بهم خطبة طويلة وقالهم أريد صالح معاوي وإذا هجموا عليه هجموا عليه لم يبق إلا بثلة قليلة ما كنت هبوا فسطاته ما خلوا لشيء حتى السجاد سلبوه قفل راجعا إلى البصرة في الطريق هجم عليه لعين ضربه على فخذه حتى وصلت الضرب إلى العظم رجع إلى المدينة المنورة ظل بأبي وأمي وقد سقي السم مرات عديدة بعض الروايات ست مرات سقي إمامنا عليه السلام سقي سم قادر على أن يفني أجيال وأجيال عبد الرحمن بن ملجم لما جابه للإمام علي عليه السلام أم كلثوم قلت لها يا عدو الله يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين قال بل قتلت أباكي الله أكبر ثم قالت إن شاء الله لا بأس على أمير المؤمنين قال هيهات هيهات لقد ابتعته بألف السيف يعني بألف دينار اشتراء لا تشوفوا الآن يعدون العدة ضد المؤمنين القوم ابناء القوم لقد ابتعته بألف وسممته بألف والله لو مضت هذه الضربة بجميع أهل الكوفة لقضت عليهم كيف وإمامنا سقي السم ست مرات كل مرة تقطع أحشاءه الشريفة لكن الأخيرة ماذا صنعت بالإمام كأني بأخيه الحسين عليه السلام قد دخل عليه وجده يجود بنفسه وبين يديه طشت وفي يديه عود يقلب قطعة من أحشائه الشريفة الإمام الحسين لما رأى أخاه بهذا الحال أجهش بالبكاء والنحي رفع الإمام الحسن رأسه قال أخي أبا عبد الله لا تبكي إنما أنا أقتل بسم ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يقول الراوي بينما هم هكذا وإذا بالباب تطرق قال الإمام الحسين من على الباب قالت أنا أختكم زينب أم المصائب بأبي وأمي جاءت تسأل عن حال أخيها الإمام الحسن قال لأخي أخي أبا عبد الله غيب الطشت لألا تراه أختنا يقول لأ يا أخي أخي أحسين شيل الطشت عني أي خواتك يا أبا السجاء أي هذا عزيز الزهراء يستحق الونة ويستحق الدمعة يقول لأ يا أخي أخي أحسين شيل الطشت عني أي خواتك يا أبا السجاء أي آيات جاية أني يردني أخي يوض عني أي يردني شبعا شاء أي آيات جاية أف مني الإمام الحسين عليه السلام غيب الطشت فدخل الزينب سلام الله لما نظرت إلى وجه أخيها الحسن صاحت وأخاه وحسن لأن لونه خضر من شدة السم اتقل أنا الفاجد أنا الفاجد الأم وبي أي ونلجأ يتعافى أي لخايا أي يقول الراوي لما حضرت إمامنا الوفاة جعل رأسه في حجر أخيه الحسين والإمام الحسين يبكي أخذ يوصيه بوصايا أجركم الله يا مؤمني ثم استقبل إمامنا القبل ومد يديه وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة رحم الله المنادي أيواء إماما أيواء حسناء ورحم الله المنادي أيواء حسيناء يقول لي يا أبو محمى يا ياد يا أبو محمد نحل جسم على فرقاك يا أبو محمد نحل جسم على فرقاك وحسناء اخبال جسم على فرقاك يا أبو محمد نحل جسم على فرقاك أكيد هذه الليلة الحسين الحسين ذات بالعمام هذه الليلة الحسين بدون عمام أولي تتشمت علي عداي وعداك وعداك يا أبو محمد بيوم قراب والله وعداك يعدون ترى يعدون الأخ للضيج وعداك سور انت وحمل هذه الثنية والله سور انت وحمل هذه والله بيوان 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 يا هل حادي الحدية الضعن بيوان بيوان شكثر قلبي على الخوار أنا شكثر قلبي على الخوار بيوان صحت يا ماخذين الحسين أنا صحيت يا ماخذين الحسن بيوان بيوان دريض دريض ودعون حب سوي أولي خنشوف زينب اش يا حالب خنشوف زينب هذي الليلة ايه أم المصائب زينب عقيلة بني قاشم مش تقول أريد توسد بلحدك ولا أنا أريد توسد بلحدك خويا يا خويا خويا وخلي خدي فاك خداك خوفي خوفي تبات الليلة ووحدك وحدك على أمرك أعيد لك الأبيات حتى الكل الكل هالليلا وانسوا أريد توسد بلحدك خويا وخلي خدي فاك خداك خوفي تبات خوفي تبات الليلة وحدك والله خوفي تبات الليلة وليس ما رحك ل Yangfig وحسنوب він حاذق الليلة ايه على ضغره أولي عليك ياذا عبد الله شال النعش وعيون ترابة 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 الحزن والضيمن القلبي ترابة يدفان الحسن يدفان الحسن خفوا يدفان الحسن خفوا في ترابة وحط خده برفيج فوق المني وحط خده برفيج فوق أنا أقول الحسن سلام الله عليه شيع وكفين وغزيل كان الحسن يم الأخ والأحباب له في عليك يا أبا عبد الله لا يومك يومك يا أبا عبد الله والعظيمة والعظيمة كلها زينب زينب كانت حاضرة مصرع الحسين أولي دفاع زينب وسل السياف بيده دفاع زينب وسل السياف بيده تربع فوق صدره وحزور ييده شطاحت هنا زينب تقول شعاتب هالليالي الليالي 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 دفاع زينب وسل السياف بيده شل منها شل منها ونظلوع النواي شل منها حريت حرت بجساد خوتي أنا حرت بجساد خوتي شل منها آه اي 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 جسادهم هالشمات الأعوجية اي 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 اخروان اي 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 جسادهم هالشمات هالآآآآآآآآآآآآآница بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بعزيز الزهراء أبي محمد الحسن الزكي سلام الله عليه في كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاش في مرضاهم اقضي حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين يدعو لما أن العاملين أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا واني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات